الخطايا مش بس كيف اتعامل مع الاطفال تعرف حبائي الرب يسوع اتعامل بلطف بمحبة لدرجة انه كانوا بيبعدوا الاطفال عن يسوع قال لا اتركوهم لا تمنعوهم دعوا الاولاد يأتونا الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السموات فالرب يسوع المسيح اتعامل مع الاطفال بلطف بمحبة مع انه في عاداتنا الشرقية يعني مش موجودة هذه الاشياء بعدين تعليم واضح يعني بالنسبة لموضيع الاطفال وقدسية الاطفال بقول عن الاطفال كملائكة السماء من يعثر احد هؤلاء الاطفال خير له ان يوضع حجر يعني تبع معصرت الزتون حجر ضخم حجر رحة يعني حجر اما تبع الزتون او تبع حتى القمح فيه الحجارة الكبيرة البازلتية السوداء اللي بيستخدموها في بلادنا حجر ثقيل يلقي نفسه في البحر ويغرق افضل ما يعثر حد من الاطفال فتخايلوا لما بيكون فيه سماح بزواج القاصرات تخايلوا لما بروحوا على الحرب بياخدوا سبايا اطفال وبنات ببيعوهم بسوق العبيد متل اليوم نشوفه في داعش وتخايلوا انه في بعض المجتمعات يبيحوا للزواج بالقاصرات تحت سن القانوني اللي في الغرب يعني يحكم عليه بالسجن لعقاب لفترة طويلة الكتاب المقدس بالعهد القديم يحكم عليه بالقتل بالرجم يسوع يحكم عليه بحجر رحة يلقى في قلب البحر ايعقل انه حد يتزوج فتاة صغيرة او يتعامل مع الصغار بهذه القسوة بهذه العنف ان تباع وتشترى الاطفال اللي الكتاب بسميهم كملائكة السماء الرب يرحم اشتركوا في القناة شكرا